في خطوة للإقلاع عن التدخين هجر بعض المدخنين سجائر التبغي التقليدية والتجاه نحو سجائر الإلكترونية خوفا من مخاطر الأولى صحية ورائحتها التي تعلق بالجسم والملابس معتقدين أن سجائر البخار الإلكترونية أقل ضررا على الصحة لكن دراسة حديثة جاءت لتحمل لهم أخبار سيئة التوصلت إلى أن بخار السجاء الإلكترونية الذي يفترض أنه غير ضار يمكن أن يضر بصحة الأوعية الدموية وبالتالي قد يؤدي إلى سكتة قلبية ومزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في التقرير هناك 12 حالة وفا في أمريكا الشهر الماضي فهل بالفعل السجائر الإلكترونية قد تؤدي إلى حالة وفا؟ أحب صحح المعلومة أنها وصلت إلى 33 حالة لغاية يوم 15 أكتوبر الماضي يعني من حوالي 6 أيام وصلت إلى 33 ماشي 12 حالة فزاد العدد حالات الوفيات التي تسببت أو نتجت عن استخدام السجار الإلكتروني ممكن تحصل وإذا مش في السجارة نفسها لكن المكونات اللي فيها بتختلف 33 حالة في العالم أم في أمريكا وفا؟ هي ده اللي بتؤكد ما فيش دراسات حقيقية أو قوية تثبت أن هي بتسبب حالات وفا مباشرة لكنها تمت ملاحظتها من الحالات اللي بتدخل المستشفيات بأمراض وأعراض مختلفة عقب تناول أو استخدام هذه السجارة لفترات مختلفة لأن زي ما قلنا أو زي ما ذكر أن هذه السجارة بتحتوي على مكونات ومواد كيموية وجرعات نيكوتين وملطفات أو مواد لتغيير الطعم أو غيره بمزاقات مختلفة بتختلف جرعتها وكمياتها اختلاف كبير من واحدة للتانية لأن احنا عندنا 450 منتج السجارة الإلكترونية من يوم ما ابتدت من 2004 إلى الآن وصل لعدد العدد كبير جداً فالنيكوتين فيها جرعته عالية أهلا من السجارة العادية؟ نيكوتين بيصل أحياناً لـ 50 ملي جرام من 3 ملي جرام لـ 50 ملي جرام في المل الواحد وده يعادل أكتر من علبة السجاية في الكارتريج الواحدة يعني نعم فده يؤدي إلى أعراض على جهاز العصبي على الفم والقصبات الهوائية على الرئة على الماعدة كل دي أعراض مش بضرورة تسبب وفاة لا تسبب حالات مرضية تدخل المستشفى قد نرى أن السجائر العادية أثر على المستهلك ولكن على المدى البعيد يعني ممكن أمراض معينة مثلاً تصلوا بالشرائيين أو حتى سرطان الرئة لا سامح الله أما السجائر الإلكترونية فتكون أعراضها سريعة جداً يعني نرى هذه الأعراض مباشرة على المستهلك شو السبب؟ زي ما قلنا السجارة الإلكترونية موجودة من 2004 إلى الآن بدأت تبان هذه الأعراض أو المؤثرات في الفترة من 2015 إلى الآن يعني في البداية ما كانش بينة لأن بدأت إضافات نكهات مختلفة مواد كيموية أخرى بتضاف بعض الناس بتضيف لها حاجات من المواد المخدرة هنا الخطورة الخطورة مش في السجارة الإلكترونية الخطورة في المكونات اللي بتدخل فيها والليس عليها تحكم يعني مش محكومة الكارتريج بيختلف من واحد للتاني يعني وخصوصاً أن الفئة العمرية اللي بتتناولها حالياً هي فئة الشباب صحيح بالعشرينات و24 سنة ووجد أنهم لأول مرة يدخنوا وانبهروا بالمكونات والشكل وده خطر وبيغير من يوم للتاني لنوع لنوع آخر والتغيير في حد ذاته من نوع لنوع تاني وجرعات ممكن تكون مختلفة عن الكام بياخدوا قبل كده هو ده الخطورة لأنه بسبب التهابات شعبية شديدة حد وبعض الحالات بتدخل المستشفى بيها وساعات تشنجات أحياناً جهاز العصبي قيء وغممان وغثيان وهكذا فأعراض المرضية موجودة بسببها وبتختلف من نوع سجارة إلكترونية نوع آخر ومن كارتريجي بيستخدم سواء بيتملأ أو بيتبدل لنوع آخر هل بالفعل دكتور جمان أن السجارة الإلكترونية قد تساعد المدخنين المزمنين على إقلاع عن التدخين؟ للأسف هذا كلام حقي يرد بيه باطل وغير حقيقي بالمرة لأن التحول للسجارة الإلكترونية يعني بيستمر معاها أحياناً بيستمر معاها والفيبنج اللي هو استنشاء البخار المتصاعد من تسخين النيكوتين والإثيلينجلايكل والجليسترين ده ليه تأثير در قريب أو مشابه زي ما قلت أو أكتر من السجارة العادية البعض بيقول إن جرعات قليلة لا فيه ناس بتاخد جرعات قليلة نيكوتين فيه ناس بتاخد جرعات أعلى فبيعتمد زي ما قلت على المكون الموجود في السجارة الإلكترونية لكن من ملاحظتنا بيستخدموا هذه السجارة لم يقلعوا لم يقلعوا عن التدخين لم تساعد في الإقلاء عن التدخين بل استمر مع الفيبنج اللي هو السجارة الإلكترونية وبعضهم رجع للتدخين فبقى يعني يخلط بين الاتنين يعني التدخين ده فهي كوسيلة غير مساعدة بالعكس لأن هي رسيلة للشباب إن هم بيستخدموها بطرق مختلفة وبيعادين كمان الأماكن اللي هي ممنوع فيها التدخين العامة بتدخين السجار بتسهلهم دخولها ويتناولها فبقى تسهلت المهمة أكتر وبعاديتهم عن الطرق الحقيقية للعلاج بالطرق الطبية اللي هي معمول بيها واللي ثبتت فعاليته دكتور جمال نشوف أيضا الحين في أيدي مستهلكي التدخين أو الدخان نوع يديد هل هو سجائر إلكترونية أم سجائر عادية اللي تكون عبارة عن سجارة عادية ولكن لا يوجد فيها تار أو ما إلى ذلك من مواد كيموية حادة وتسخن فهو يعني مو هذا البخار الكثير أو الكثيف اللي نشوفه وفي نفس الوقت مو سجارة عادية وليس لها رائحة اللي هي سجارة إلكترونية؟ نوع الجديد من السجائر هل أيضا يعني ينضم إلى خانة السجائر الإلكترونية أم سجائر العادية؟ هو لسه لذا ده لم يتم تدوله بشكل جدي وإحنا ما نعرفش عنه معلومات كافية نعم إيه المكونات إيه اللي موجود فيه وإيه اللي بيتطير منه وإيه الأبخرة اللي بتطلع إذا كان فيه أبخرة بتطلع ودخان لإنه نعم المدخن يحب يشوف منظر الدخان طالع قدامه بياخد نفس عميق كمان في السجارة الإلكترونية فبيدخل الجزيئات عينا بحجم كبير وامتصاصها ببقى أسرع وأثرها الجانبية أكتر من الدخان العادي فإذا هنا المدار من السجارة الإلكترونية إلى الآن أكتر من الفائدة نعم شو تنصح المدخنين دكتورة جمال؟ نصيحة نعم النصيحة في النهاية طبعا الإخلاع عن جميع نوع التدخين سواء سجاير، شيشة، سجاير إلكترونية أو غير إلكترونية كل هذه الأنواع ثبت أنها ضارة بالأجهزة كلها من الجهاز العصبي، الجهاز التنفسي، الفم، الجهاز الهضمي كلها بتتأثر بالتدخين كحالة مرضية كأمراض معينة بتصيب انشداد تنفسي مزمن أو التهابات في قرحة معدة أو قرحات في اللثة أو أمراض سرطانية لأن احنا بنجد سرطان بنسبته بتصل إلى أكتر من 90% بين المدخنين لو خدنا 101 مدخن، بيطلع منهم 90 أو 101 عنده سرطان، منهم 90% مدخنين يعني 10% هم هو الغير مدخنين، فنسبة عالية نعم، شكرا دكتور جمال والشباب انهم يقلعهم حاجة التانية ان يتابعوا ممكن في العادات الإقلاعية، يكون عنده الإرادة أولاً القدوة، القدوة في البيت، الأب، الطبيب، اللي بينصح يكون ممتنع على التدخين، المدرس وهكذا، القدوة مهمة والإرادة ان انا أقار من الامتناع وبعدين أذهب للعادات المتخصصة اللي هي بتساعدني بالأدوية المختلفة، زي نيكوتين باتش، الشامبكس الحاجات دي، اللي هي معروفة وثبتت فعالياتها حقيقة شكراً دكتور جمال على هذه النصائح نتمنى أن المدخنين يقلعون على التدخين ويحافظون على صحتهم ومستمرين معكم مشاهدين ولكن بعد الفاصل